مرحبا أنا محمد أرفالي من فتافيت مثل ما بنعرف تحضير الأكل الطيب ما بيتطلب بس مهارة الشيف وإنما على المكونات الطازجة والنضرة نحن بالعادة بنحط المكونات بالتلاجة لفترة طويلة فممكن نخسر من طعمتها أو من جددها بعد إبارة تلاجات بتلعب دور كبير بهاي المعادلة رح نشوف اليوم إذا كل التلاجات إلى نفس التأثير هلأ رح نحضر المهلبية أول شي رح ناخد عندي هون واحد نتر من الكريمة السائلة رح ضيف فون 120 جرام سكر 35 جرام من الجلاتين البودرة المهلبية عب أعملها بطريقة مودرن غير الطريقة التقليدية بالنشا فعب ضيف هون الجلاتين لحتى سميك المهلبية بعد ما غلت الكريمة داب عندي السكر والجلاتين فهلأ رح نكه المهلبية تلعتي بشوية ميت ورد وميت زهر ريحة بتجنن بعد ما سكبناهم بالكبايات أو صحون تقديم شو رح نعمل رح نخلي المهلبية تبرد شوي درجة حرارة الغرفة بعدين نحطهم بالتلاجة رح برديكم الفرق كيف رح تصير بعد كام يوم هلأ صعاد المهلبية جاهزة ومشوف الفرق بين أول وحدة الوش تبعها صار لونه أصفر ووشها مشأشة مهلبية والوش تبعها أبيض وبعدها فرش وحيوية أكتر رح نيوم نقدم المهلبية بشوية فريز أو شوية توت بري وشوية فريز رح ناخد الفريز ونشوف ريحته الله ريحت الصيف اللون الحلو كيف حق مع الفريز الدبلان فهذا هو الفرق بالفواكه تبعتنا لأنه محطوطة بتلاجة توينكولينك بلوس من سامسونج اللي مزودة بنسبة 70% من الرطوبة لحتى تحافظنا على الأكل تبعتنا فريش وعمره أطول لمرتين رح نزيّن المهلبية بابل بريز الفراولي Els من الشتاء honoring أنك تتح верс خير bur انا سماعت أنك تحب المهلبية صح ايا فريس كدد حاليا حتقلي أنت أي واحدة أحلى أمممممممممممممم انتي آه شيء محيح طب شو رأيك رح نبدأ ندوق هاي وندوق هاي حتى نعرف شو الفرق بنا طول جاهز؟ خايف عايف هاي لقلك ولي علي فطر الحس ساعة هي أشوي هل نجرب نحلها بيت تانية هاي شايف في فرق صح أكلة هلا منشوف شو الفرق بين مهلبيتين منشوف هالمهلبية اللون طبعها أحلى الفواكه بعدهم فرش وتازه وطعمته نائبة هلا من بعد ما عرفنا انه مشكلت كل التلاجات نتل بعضها وحتى أكلنا ما يفوت طيبته فنصحكم تحصل على تلاجة توينكولينج بلاس الجديدة من سامسونج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة